شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سقر تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثاني الميداني والذي استمر لعدة أيام ويأتي ذلك في إطار خطة التدريب القتلي لتشكيلات وحدة القوات المسلحة شهد الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تم في ذا مرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثاني الميداني والذي استمر لعدة ايام في اطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق احمد خليفة رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والقلواء اركان حرب ممدوح جعفر قائد الجيش الثاني الميداني كلمة اشار خلالها الى حرص رجال الجيش الثاني الميداني على الوصول الى اعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل اليهم للدفاع عن امن وسلامة الوطن وقدسية اراضيه مهما كلفهم ذلك من تضحيات بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة اثناء ادارة المشروع والتي عكست الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز لكافة العناصر المشاركة بالمشروع وكان الفريق احمد خليفة رئيس اركان حرب القوات المسلحة قد شاهد احدى مراحل المشروع والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات وناقش عددا من المشاركين بالمشروع في اسلوب تنفيذ مهمهم وكيفية اتخاذ القرار الامثل لمجابهة كافة المواقف المفاجئة اثناء ادارة العمليات وفي سياق متصل التقى الفريق اول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني وكلية الضباط الاحتياط ومعها الضباط الصف المعلمين حيث نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة واشار القائد العام للقوات المسلحة الى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالفرض المقاتل مؤكدا ان التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم لنجاح القوات في تنفيذ مهمها بكفاءة واقتضار كما وجه الشكر الى رجال الجيش الثاني الميداني على ما قدموه من تضحيات بالغالي والنفيس لتكفيف منابع الارهاب وتهيئة المناخ لبدء عملية التنمية والبناء بارض سيناء الغالية وطالب رجال القوات المسلحة بالحفاظ على اعلى درجات الجاهزية القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفة بها في حماية ركائز الامن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية اشتركوا في القناة